على مدار ثلاثة أيام نظمت وزارة الداخلية ورشة عمل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول وذلك تحت عنوان التصدي للتنظيمات والظواهر الإرهابية الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تأتي ورشة العمل بمشاركة 27 دولة و 6 منظمات دولية وإقليمية لتعزيز أطر التعاون وتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم الإرهابية انطلاقا من الدور الريادي والمحوري لمصر في مكافحة الإرهاب محليا وبمحيطها الإقليمي وعلى المستوى الدولي نظمت وزارة الداخلية بالتنصيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول ورشة عمل تحت عنوان التصدي للتنظيمات والظواهر الإرهابية الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمشاركة مسؤول وزارات الداخلية والأجهزة الأمنية بـ 27 دولة وخبراء 6 منظمات دولية وإقليمية وذلك بمقر أكاديمية الشرطة أمام أحبب دولة ورشة المنظمة وأعتقد أن الإجابة في في بقليم هذا المشاريع ومع هذه المشاريع 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 يمتلك أيضا مؤمنة لتلة المشاريع ومشاريع يجب أن تنظر هذه المشاريع والتحكم في المنظمة الدولية أنا سعيد أن يرى أن هناك مقاعدة بالمعارضة في تحضير هذه التحضير بما في التحضير والمعارضة التحضير و أيضا في التحضير التحضير مصر دولة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب دورها مهم جداً تؤكد قدام العالم جميعاً إن إحنا قادرين مستوى العربي والمستوى الإفريكي إن إحنا تم تبادل المعلومات والتنصيف ما بيننا في أسليب إدارة هذه الجريمة و مكافحة هذه الجريمة ناقشت ورشة العمل المستجدات المتصلة بأنشطة التنظيمات الإرهابية على الساحتين الإقليمية والدولية والتهديدات الناجمة عنها والظواهر الإرهابية الناشئة والمستجدة فاضلاً عن بحث أفضل السبل لمكافحتها وتبادل المعلومات والخبرات حول أحدث استراتيجيات مواجهة تلك الأنشطة والحد من انتقال عناصرها قدر التعديل والتنسيق والضيافة من وزارة الداخلية المصرية وبدون شك هذا المؤتمر وشراك مع انترپول يؤدي إلى زيادة وزيادة والتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب السبوة للمشارك العالمية بها نحن الвоقات والمدعين بين عام العالمية الأمن في تضيحوا ملتكه أو محاجة ريالي لتعجب على وزارة التعليمات و تتحدثم على المعلومات و تتحدثم على في المشاركة و تتحدث الوضع الوضع و تتنيف avons قابلات التعليمات و تشيطرüne و تحضر و تتحدثهم يبدو بجعادي عبر المشاركون عن تقديرهم للدور المحوري لمصر في مكافحة الإرهاب وضحر فلوله وبالتضحيات التي قدمها المصريون في سبيل ذلك ما أدى إلى حالة الاستقرار والتنمية التي تعيشها مصر استطاعت مصر برجالها الأوفية محاربة هذا الفكر والوقوف ضده وصده وزيارتنا لمصر ونشوف كل هذا التطور وكل هذا العمران وكل هذا الدورة الاقتصادية الجيدة ما هو إلا دليل على الأمن والأمان في هذا الوطن التوصية الأولى تعزيز تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب والجريم المنظمة بين الدول الأعظام وأوصت الورشة في ختام فعلياتها بتشجيع واستمرار التنصيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتنقلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومكافحة استغلال شبكة المعلومات الدولية لارتكاب الأعمال الإرهابية كما أشادت الوفود المشاركة بالجهود التنظيمية وطالبوا بالاستمرار في تنظيم فعاليات إقليمية موسعة مشابهة دعما للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتعزيز قنوات الاتصال وتبادل الخبرات تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل ثانية بعد هذه ورشة العمل سيكون موضوعها الأساسي هو تواجد الإرهابيين وعصابات الجريم المنظمة بسفة عامة على شبكة الانترنات وآليات التصدي كذلك تشجيع كافة الدول الأعضاء على إحداث خلايا أو وحدات تقنى بتحليل المعطيات حسب قوائم الصفر موسيقى وقد نظمت وزارة الداخلية زيارة للمشاركين في ورشة العمل لمرافق ومنشآت أكاديمية الشرطة للاطلاع على دورها في إعداد الكوادر الأمنية وكذا دورها في تدريب الكوادر الأمنية للدول الصديقة والشقيقة من خلال مركز بحوث الشرطة موسيقى كما شاهدوا جانبا من تدريبات طلبة كلية الشرطة في الميادين التدريبية المتنوعة والمتطورة داخل الأكاديمية وبرامج التدريب التخصصية لإعداد الكوادر الأمنية المحلية وأشهدوا بمرافق الأكاديمية التعليمية والتدريبية وتفاردها في مجال إعداد رجال الشرطة على المستوين المحلي والدولي والذي ينعكس على الآداء الأمني المتميز لرجال الشرطة المصرية شكرا